اشتركوا في القناة من 11 بالليل ولكن زي ما قلت لحضراتكم كاس العالم بتيجي مرة كل اربع سنوات احنا مضطرين واحنا اسفين وبنعتذر طبعا لان كل الكومنتات اللي جات للحية على الفيسبوك زعلنين من المعاد الجديد وكانوا كمان في رمضان متعودين نعمل معهم صارات حلوة ونجيب فرق انشاد ديني وحاجات جميلة كده ولكن يعني النصيب انه في كاس عالم وبالتالي هيبقى صعب جدا ان احنا نطلع في موعدنا الاصلية فعشان كده انا استأذنت حضراتكم لغاية نهاية شهر رمضان ان شاء الله هنبقى في هذا التوقيت من الساعة 3 لساعة 5 ولكن الاعادة في معادنا الاصلي اللي هو الساعة 11 بالليل فاللي ظروف عمله مش هتسمح له ان هو يتفرج الساعة 3 الظهر هيفتح 11 بالليل هيلاقينا موجودين يعني اللي حابب يتفرج في المعاد الاصلي هيليه موجودة هيصطدم طبعا بجزء من مباريات كاس العالم اذا كان بيتفرج او ما يتفرجش من 12 الواحدة مفيش ماتشات كاس عالم تلحق جزء تاني من البرنامج لكن مرة تانية انا بعتذر بعتذر لكل الاصدقاء الحية اللي بعتوا على الفيسبوك فيما يتعلق بالموعد حتى نهاية شهر رمضان ثم نعود لو فيه عمر ان شاء الله لموعدنا الاصلي النهاردة فيه الجزء التاني بمشهة الرحمن هلتقي مع الاستاذ احمد عز وهو مدير تحضير موقع في الجول هيكلمنا عن كل مباريات المونديال انبارح والماتشات بتاعت النهاردة باذن الله عندنا مجموعة ماتشات في منتهى منتهى الاهمية الحقيقة وعندنا فيديوهات كتيرة جدا لتدريبات لمؤتمرات صحفية لتصريحات لاعبين وتصريحات مدربين فرحة جماهير خروج جماهير دخول جماهير حاجات حلوة اللي انتو بتحبوها اللي هي بتبقى محيطة بالمباراة بباليها امتاع خاص جدا 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 عايز كمان الحقيقة افكركم بنتائج المونديال لغاية دلوقتي انه برضو مهمة او ان احنا نتذكر مع بعض نتائج كاس العالم لانه طبعا الماتشات بصراحة ماتشات في منطقة القوة مبارح كان فيه ماتش انا زعلت عليه جدا غناء وامريكا بالليل والماتش ده كان غانا هي الافضل بكل ما تحمل الكلمة من معنى ولكن امريكا قدرت بهجمتين او بتالت هجمات تفوز اتنين واحد وده امر في كرة القدم اللي ما يقدرش يستغل الفرص بيبقى صعب انه هو يعني يتدارك الموقف خصوصا مع فريق عنيد زي منتخب امريكا اولوكم كل النتائج دلوقتي يعني عندنا لو بسرعة بسرعة جدا قلنا ان بدأ المونديال يوم الخميس اللي فات افكركم النتائج فقط لغير البرازيل وكرواتيا 3-1 المكسيك والكاميرون 1-0 اسبانيا لاقت هزيمة موزلة لغير الوقت بيتكلموا عنها امام هولندا 1-5 تشيلي واستراليا 3-1 ده كان الجمعة بقى يوم السبت كان كولومبيا مع اليونان 3-0 الكولومبيا اورجوي عملت لنا مفاجأة غريبة جدا هزمت امام كوستاريكا الاقل بكتير منها 1-3 انجلترا قدت مباراة تحفة امام ايطاليا ولكن ايطاليا بخبرات بيرلو نجم وست المنتخب ايطالي فاز الفريق الايطالي 2-1 على انجلترا برغم الاداء الجيد لحية لمنتخب انجلترا كودفوار اعادت لنا امال الافارقة في تخطي هذا الدور وفازت على اليابان 2-1 في مباراة تستحق فيها كودفوار ان تعبر بالثلاثة نقاط رحنا باحت كده على يوم الحد سويسرا والاكوادور استطاع الفريق السويسي ان يفوز على الاكوادور 2-1 فرنسا وفوز سهل جدا على الهندراس 3-0 ولكن فرنسا بقيادة بنزيمة لم تؤدي الاداء اللي نقول عليه انه هو منتخب تقيل انه منتخب تقيل برغم فوزه على الهندراس الغير مصنف 3-0 تلعى في نفس اليوم الفجر الارجنتين امام البوسنة والهارسك وكنا نتصاول الارجنتين هدوس البوسنة والهارسك بنتائج كبيرة جدا ولكن النتيجة هي 2-1 فقط لا غير امام البوسنة والهارسك جوني التاني كان لميسي وانتفض بشكل رائع جدا بعد الهدف لانه يقال انه هو ليس نجم المنتخب الارجنتيني ولكنه نجم النادي برشلونة ولكن البوسنة والهارسك اللي احنا كسبناها 2-0 اتغلبت بصعوبة جدا من الارجنتين 2-1 بعد كده ما تشاهدت مبارح نتكلم عليها بتفصيل النهاردة المانيا والبرتغال فاز المنتخب الالماني بقسوة على كريستيانو رونالدو ورفاق 4-0 ايران امام نيجيريا في مباراة باهتة لا تستحق المشاهدة على الاطلاق لا الفريق الايراني قدم شيء ولا الفريق الافريقي النجيري قدم شيء على الاطلاق وكانت مباراة خارج المشاهدة الحية وانتهت ايضا بالتعادل بدون اهداف واخيرا بالليل امريكا زي ما قلته بدأت فازت على غانا 2-1 برغم من سوليمونتاري والمجموعة كلها قدوا اداء رائع جدا ومتماسك جدا 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 ولكن لم يستطع الفريق الغاني بعد التعادل مع امريكا بهدف ديمبسي المبكر جدا 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 ادر اندري ايوف دي 82 انه يتعادل تصورت وانا بتفرج التمن ده المتبقية من زمن المباراة سيستطيع المنتخب الغاني وفقا لمجريات اللعبة طوال المباراة والسيطرة شبه الكاملة على المنتخب الامريكي اللي اكتفى بمواقف دفاعية بحتة ولكن بدربة رأس قوية جدا في ديئة ايه بقى في ديئة 86 جون بروكس بيضع هدف غالي جدا للمنتخب الامريكي بالمناسبة ابن برادلي كان بيلعب امباراة مع المنتخب الامريكي الاصل عدال في وسط الملعب لعيب الحياة جيد جدا جدا طيب قبل ما نستعرض بعض الاخبار المحلية وقبل ما نشوف اهداف الدوري امباراة الحياة انا بترح سؤال وهاخد اجابات كتيرة جدا نهاردة بس بسرعة جدا جاوبوني بعد الاداء الجيد جدا للحكام المصريين في المباريات الحساسة منيش دعوا بحكم مبارح بتاع الاهل ومصر مقصة الحياة من وجهة نظري التي لقيمة لها كان متواضعا للغاية وارى انه ومش عايز اكون قاسي في كلامي ولكن ارى انه غير جدير بادارة مباريات حساسة على الاطلاق على الاطلاق يعني ارتكب اخطاء فديحة مبارح واحتسب ضربتين جزاء للنادر الاهلي لا علاقة لهم اطلاقا بضربات الجزاء ولولا ان المباراة لا قيمة لها فيما تعلق بالنتيجة لكان هناك رد فعل اعلامي ورد فعل شعبي مش حالو تجاه الحكم فهذا الحكم اصرح السؤال بتاعي على السادة المشاهدين قبل ما نتفرج على الماتشات سؤالي النهاردة سؤالي النهاردة وردولي على الفيسبوك حالا دلوقتي عشان اقرأ ماتشي الاهلي والزمالك في الدورة الربعي ماتشي الاهلي والزمالك في الدورة الربعي هل وحنا طبعا دلنا القرأة من الاربعي ان شاء الله هل ترى انه يمكن ان يدار بحكام مصريين بعد المستوى الرائع اللي ظهر به الحكام المصريين في كثير من المباريات الحساسة في الدورة العام وتعيد الثقة مرة تانية للحكام المصريين ولا شايف اريح دماغي واجيب حكام اجانب افضل انت قول قول رأيك وحابب قوي تقول رأيك وتقول ليه بس ليه ما اتطولش عشان اعرف اقرأ يعني يلف جملة جملة ونص بالكتير عشان اخد اكبر عدد من الكومنس ان شاء الله على رأيكم في هذا الامر هل ترى ادارة مباراة الاهلي وزمالك تحكميا القادمة في الدورة الربعية التي ستسحب قرعتها يوم الاربع القادم اللي هو بكرة يعني هل ترى ان يدير هذا اللقاء على الفكرة ماتش ده الوحيد اللي هي بابدون جمهور يعني الدورة الربعية كلها بجمهور ما عدا الاهلي والزمالك معلش مش مشكلة احنا بس ايه العجلة بتلف لكن دولة القانون راجعة ورجعت بالنسبة كبيرة جدا وهتبقى 100% وده اللي احنا كلنا عايزينه دولة القانون ما بنقولش دولة القانون سمح الله خالص احنا بنقول دولة القانون دولة سيادة القانون عشان نتنفس بحرية كلنا حريتك لا تصطدم بحريتك وحريتك تتوقف عندما تؤذي مشاعري وحريت لازم ده المفهوم وداعا للفوضى وداعا للارتجالية وداعا لان كل واحد اللي في دماغه عايز يعمله ويعمله مش هيحصل الكلام ده خالص بموافقة وارادة الشعب بالكامل اما البلهاء والنشطاء مش هتأثر بيكو خلصت لليدكو خلاص ايها البلهاء والنشطاء والسفهاء كلامكو اصبح لا قيمة له ولا تأثير له على مشاعر الشعب المصري اللي عاش فترة ارتجالية كل واحد كان بيعمل اللي في دماغه وعانى منها معاناة رهيبة وهو الان يبحث عن دولة سيادة القانون لان من خلال هذه الدولة هيكون عنده كل الحرية الكاملة طالما انه يسير في اتجاه حقيقي واتجاه متحد خلاص انا مستني الاجابة بتاعتكو حالا دلوقتي طيب معانا